على ذات السيناريو الذي سقطت فيه عدن جرى الواقع نفسه في سقطرة اتفاقات ترعاها السعودية بغرض التهدئة لكنها ما تلبث أن تتحول إلى إشارات للتصعيد تنتهي بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على الجزيرة في سقطرة وإن بدى الأمر مشابهاً لما جرى في عدن إلا أنه كان أسرع هذه المرة بعد أن تركت القوات السعودية المناطبها حماية مبنى المحافظة مواقع تمركزها لصالح قوات الانتقالي تصعيد الانتقالي وإكمال سيطرته على مبنى المحافظة جاء بعد يومين فقط من اتفاق رعته السعودية يقضي بضرورة التهدئة وتطبيع الأوضاع وعدم التصعيد في وقت فضلت فيه القوات الحكومية عدم المواجهة بعد تلقيها أوامر بذلك وفق مصدر حكومي سيطرة الانتقالي على مبنى المحافظة جاء عقب قصف مدفعي شنته قوات الانتقالي على مناطق متفرقة في المدينة انتهى بسيطرتها على مركز المحافظة ولم يتبقى للقوات الحكومية إلا معسكر القوات الخاصة بالإضافة إلى كتيبة البحرية في الميناء الحكومة وفي معرض ردها أكدت أن إصرار الانتقالي على إدخال سقطر أحد أكثر مناطق العالم أمانا في الفوضى لن يكتب له النجاح وفي إشارة إلى الإمارات قالت الحكومة إن هذه المؤامرة سترتد على نحر من افتعلها أو تورط فيها سواء بالدعم المباشر أو غير المباشر مؤكدة بأن المؤامرة على سقطر تتعدى الخلافات الداخلية وإنما أسبغت بغطاء داخلي وأدوات داخلية لتحقيق غايات وأحقاد تستهدف اليمن واليمنيين ومع كل ذلك يرى مراقبون أن سقطر باتت ذاهبة ليس في فقدان سيطرتها على الأرض فقط بل وربما شرعيتها أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر